شارك وزير الخارجية سامح شكري في فعالية من تنظيم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي والتي شهدت مشاركة ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار وأجرى شكري حوارا مفتوحا تضمن الإجابة على استفسارات المستثمرين واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر لتعزيز النمو المستدام والذي تضمن الاطلاع بإصلاحات هيكلية جريئة تستهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي مستعرضا إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار والتي تهدف لتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتخفيف الأعباء المالية والضريبية